أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا فَتَحْتَنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا لِيَغْفِرَ لَكَ الْكَوْمُ مَا تَقْدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ يُكِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ سَرَاطًا مُّسْتَقِيمًا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم ولله جمود السماوات والأرض وكان الله عليماً حكيماً ليدخل المنين والمنات جنات تجري من تحتها الأنهار والقالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزاً عظيماً ويُعَذِبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ اضْرَانِينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوءُ عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيراً ولله جمود السماوات والأرض وكان الله عزيزاً حكيماً إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوطروه وتسبحوه بكرة وأصيلاً إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يبي الله فوق أيديهم فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُفِيهِ أَجْرًا مَعْظِيمًا سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهدونا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ظَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا بَلْ ظَنَنْتُمْ أَلَّنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُلُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ أَبَدًا وَزُعِنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ غَنَّ السَّوءُ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُنْبُورًا وَمَنْ لَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا ولله إلك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مرانما لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لمن تتبعونا كذلك قال الله من قبل فسيقولون بل تحسبوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله لو يدخله جنات تجهيب تحتها الألهام ومن يتولى يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأذابهم فكفا قريبا ومظالم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مظالم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم سراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاك الله بها وكان الله على كل شيء قديرا وللغات لكم الذين كفروا لولبوا الأدباركم لا يجكون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطل مكة من بعد أن أغفركم عليهم وكالله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أيام ومحلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلمهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معروة لغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحرية حرية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله مؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخابون فعلم ما لم تعلموا فجعلهم دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدين يبتغون فضلا من الله وردوانا سيما في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوقات ومثلهم في الإنتيل كزرع أخرج شرقه فآزره فاستغض فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ به الكفار وعد الله الذين آمنوا وعليوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما اشتركوا في القناة